هنعمل ازبات سحب دلوقتي جديد من موقع تاكسي كابس. الموقع طبعا كنا شرحناه من من تقريبا ساعة او ساعتين. الموقع طبعا لسه فتح النهاردة زي ما قلنا وبيبدأ الاستثمار فيه من اتنين دولار او عملات رقمية. طبعا كنا عملنا له اداع خمسة دولار بس زودنا الاداع برضو من من شوية تلاتة دولار كمان هنفضل ان شاء الله نعيد الاستثمار فيه عشان نكسب منه ان شاء الله ونستغله استغلال كويس ونكسب منه واكسب كويس ان شاء الله. كنا سحبنا منه الفيديو اللي فات اتنين دولار هنعمل دلوقتي برضو عملية سحب من الموقع. طب تعالوا نشوف الخطط بتاعت الموقع كده سريعا. هنيجي كده على الصفحة الرئيسية للموقع عشان نبص على الخطط. الموقع يا شباب زي ما انتم شايفين فيه تلات آآ تلات خطط في الموقع. آآ زي ما انتم شايفين اهو ده آآ اخر اداع اتعمل كان اداع بتاعي هو مودة زيرو زيرو سيفن تلاتة دولار. آآ هنيجي نبص على الخطط كده. آآ اول خطة آآ بيدي لك خمسة وعشرين في المية ربح كل ساعة لمدة خمس ساعات. يعني اجمال الربح هيكون آآ خمسة وعشرين في المية صافي زائد اداعك. والحد الادنى فيها اتنين دولار. الخطة اللي بعدها اتنين وتلاتين في المية. آآ كل ساعة بعد خمس ساعات. آآ لمدة قصدي سوري. لمدة خمس ساعات. ويعني اجمال الربح بعد الخمس ساعات مية وستين في المية. يعني ستين في المية صافي وآآ وآآ اداعك كمان. آآ والحد الادنى فيها ستين دولار. آآ الخطة الاخيرة آآ آآ الربح بتاعها ميتين في المية يعني مية في المية. يعني انت لو اوضعت مسلا مية وعشرة دولار هيرجع لك متين وعشرين دولار اه اللي هو شاملين اداعك. تمام يا شباب ده بالنسبة اه للخطط بتاعت الموقع. اه تمام يا شباب هنرجع دلوقتي للصفحة اه الرئيسية بتاعتنا جوه الموقع تاني. نخش هنا على طبعا السحب في الموقع من عشرة سنت. هنعمل عملية ساحبة دلوقتي للأكاونت اه للأكاونت بالنس او لرصيد الحساب بتاعنا اللي موجود. موجود هنا اربعة دولار واتنين واربعين سنتي. والله بفكر اعيد استثمار اتنين دولار. واسحب الباقي. اه مش عارف والله عمال افكر. اه والله شكل هعمل كده. طيب نخش دلوقتي نعيد استثمار اتنين دولار. هنيجي هنا على دبوزت. هنستنى ما يحمل معانا. تمام وهنختار الخطة الاولانية طبعا لحد الادنى فيها اتنين دولار زي ما قلنا. هنسيبها بكتوب كده. لا ايا مش مكتوب. هنعمل اتنين دولار. وهنعمل هنا اول اختيار. اللي هو اه سبيند فانتز فروم زا كاونت بلانس بريفك تماني. يعني اه هنعيد استثمار من رصيد الحساب بتاعنا. وهدوس سبيند. هيطلع لرسالة تأكيد. زي ما انتم شايفين. رسالة تأكيد. اقول ان انا عايز اعيد استثمار اتنين دولار هقول له بورسس. كان اجمال الاستثمار بتاعنا تمانية دولار. المفروض بعد اما العملية دي تنجح هيبقوا عشرة دولار. آآ زي ما انتم شايفين يا شباب بقم عشرة دولار اهو. تمام او اجمال الاداع. آآ آآ وبيقول لي هنا زا دوبوزت يعني الاداع بتاعك تم بنجاح. تمام? طب فاضل معنا دلوقتي اتنين دولار اتنين واربعين سنت هنخش نسحبهم. هنيجي هنا على وزدروه. الصحب فوري في الموقع يا شباب. وده رابط الاحالة بتاعك هوا لو انت عايز تدعي اصدقائك. هنتأكد ان رقم بتاعنا موجوده وده طبيعي ان انت بتعمله او بتكتبه ساعة التسجيل. هنا معنا اتنين دولار واثنين واربعين سنت صح? آآ تمام. او مش مكتوب المبلغ. احنا ممكن نرجع نجيبه تاني عشان نبقى كاتبينه صح? طب نرجع بك. نتأكد بس من المبلغ اتنين دولار واثنين واربعين نرجع تاني لوزدرو. وهنكتب اتنين دولار واثنين واربعين سنت. بيحمل معنا واي شباب حمل خلاص. تمام? هنيجي هنا ونكتب اتنين دولار. واثنين واربعين سنت. تمام? وهندوس زي ما انتم شايفين يا شباب دي رسالة تأكيد. نتأكد من رقم المحفظة والمبلغ المطلوب وندوس بسم الله. بيحمل معنا يا شباب زي ما انتم شايفين اهو. زي ما انتم شايفين يا شباب تم السحب بنجاح الحمد لله تم آآ هنا الرسالة دي معناها ان تم معالجة عملية السحب ورقم آآ المعاملة او رقم العملية بتاعت الارسال آآ اخروا آآ اتنين وخمسين تسعين المفروض دلوقتي هي ظهر لنا اشعارات آآ من او من ان تم الارسال السحب الحمد لله. تمام يا شباب ده بالنسبة للسحب بتاع الموقع طبعا كنا شرحنا في الفيديو اللي فات آآ الادع آآ بتاع آآ الادع في الموقع آآ طريقته ازاي? آآ ان الرسالة آآ تأخرت. طيب هنخش احنا على طول ساعات بتعلق رسالة الاشعار بتاعت الجيميل عادي جدا. طيب هنخش على الجيميل نجيبها على طول. هنخش هنا على الجيميل. تمام هنعمل ريفرش. تمام هن دايما بتبقى الرسالة كده بتاعت اهي. زي ما انتم شايفين يا شباب وصلنا فعلا آآ السحب بتاريخ آآ ستة وعشرين عشر اهو. تمام من موقع تاكسي كابس اتنين دولار واثنين واربعين سنت وفعلا رقم العملية اهو اخر اتنين وخمسين تسعين زي ما كاتب لنا هنا اتنين وخمسين تسعين. تمام يا شباب ده بالنسبة لعملية السحب آآ الحمد لله وصلتنا بالنجاح. يلا شباب يستغلوا الموقع الموقع لسه اول يوم للنهاردة. وبازن الله هيعود معنا على الاقل ان شاء الله تلات ايام. فيلا يا شباب اللي حابب يستغل الموقع يستغله. طبعا الاستثمار على مسئوليتك وكل واحد يستثمر ما يستطيع ان يتحمل قسارته. وربنا يوفقنا واشوفكم على خير بازن الله.